موسيقى يوم جديد النهاردة في ستارز وفانتزي ويعني زي ما دايما معاودينكم النهاردة برضو ميدو بيحط على العالمي أو على الأمبراطور كابتن حازي الإمام مش دي قصة المهمة أنا عايز أقول لكم أنه خلاص يعني أوشكنا على انتهى الجولة الأولى الجي مقدمة شاشة نانو سالة نشوف مين اللي هيكسبها الجي الحقيقة واضح أنه هو مركز تماما تماما بعد الدهور الأول ميدو زيك؟ حبيبة سيب وحشي الحمد لله تماما الحمد لله دنيا ماشي كويس؟ وعندك مين؟ عندنا حرص فرقة ما تغربت شواله ماتش في الدوري وآخر مباراة كذب الإسماعيلي بس معالية عملت الماتشاط ودي مع الإسماعيلي بس لا لعبنا كثير لعبنا عن الإسماعيلي والمصري وأسوان وإنبي لعبنا الماتشاط كثير ما الفرقة اللي استفادت نفات التوقف ونوجة نظر؟ يعني ما يقوله مش في أفضل حالاته لا لا الفرقة اللي استفادت الفرقة المشاركة عربية وأفريقية بالذات الفرقة مشاركة عربية لأنها خادت كانت الماتشاط دي هتعمل لها ضغط في الماتشاط الدوري لعبتها ومسترياحة الحاجة الثانية أن كل الفرقة التانية أنت خلي بقى كثير في الناس ما تخدش بالها أن أنت كمدرب وبتاخد وقت على من أن أنت تدخل اللعيبة في رتم الماتشاط بعكما راح دا المكان دي بتوقف وتاخد وقت من أن أنت تدور المكان تاني وتشتغل التوقف دا فدك ولا ضرك؟ فدني في حاجاتي أن فيه لعيبة رجعتلي فيه لعيبة الماتشاط الودي رجعتها مرة تانية وكانت إصابات وكل حاجة وضرني أن أنا قبل التوقف كنت لعب ماتشين جامدين جداً قدام المصري ووادي ديجلك كسبنا المصري ووادي ديجلك رجعنا اتنين اتنين فاخدين أربعة موقت من فرقتين أنا أعتبرهم اتنين من أفضل فرقة الدوري فدائماً لما بتبقى حازم خط ثقة أو اللعيبة بتاعتك اشتغلت بتبقى عايز أن الماتشاط تيجي وراء بعض لكي تاخد جود رن فالتوقف دا بيبقى شئ سلب ولكن عندنا إصرار كبير جداً أننا نرجع نفسنا في الدوري نفس الرتم اللي احنا هنا به وده رسالتي للعيبة كانت في الفترة اللي فاتت أنه لازم نرجع نأكد أن احنا الاربع نقطة اللي خدناهم من آخر ماتشين دول نحنا نقدر نكمل عليهم ونقدر نبني عليهم عندنا الحمد لله فرقة كويسة جداً وعندنا العيبة العيبة كويسة جداً أريد أقول لك يمكن خبر حصري هنا في الفانتزي أن الماتش بتاع حرص الحدود هتبقى آخر مباراة لهاني سعيد هاني سعيد هيا لانتزاله بكرة ها وأنا بحب أنه أنا ما بظهرش طبعاً في حدة ليه المفاجأة كده طب ليه مبتدأ معاك الموسم بيه هاني طبعاً كان شغال كويس جداً معايا وواحد من اللعيبة اللي أنا بتشرف أن أنا زملتهم ولعبت معايا وبتشرف أن أنا دربته لأن شخصية مخطرة ما يده حاسبني أقول لك ما هو جايد الطريق مستعجب ومستعجب ومشاركني وعملني أنا عايز أوصل هاني إن شاء الله من أول الأسبوع اللي جاي هيتولى منصب الـ Sport Director للنادي Pyramids هو المدير الرياضي للنادي Pyramids وهو جي طبعاً هاني استقزم الأول من اللي هو محمد عبد السلام استقزم مني مبارح وأنا طبعاً قلت له أن إحنا كلنا نتمنى أن تفضل موجود معنا لأن هاني عنده أدوار كبيرة جداً مش في ققائد جوه قط اللبس مش كالعيب بس فبتمنى له التوفيق وهاني من الشخصات محترمة جداً حاسب عارف يعني من الناس يعني المحترمين جداً يعني حللة كنت أمان حفني؟ لا لا انتو عنديش حد تغيره ولا انتقالات ولا حاجة كابتن حاسب مساء الخير قبل ما انتهزة فاكر كابتن حاسب انت أسطورة كابتن حاسب كابتن حاسب شرفنا ومنارنا والله انت كويس؟ حاجة حاجة يعني بص دائماً بقول يعني متخب اللمبي من الحياة الحلوة فيها سيف مش موضوع مكسب بس موضوع الكوع اللي بيلعبها موضوع انه هو عنده بيعرف روح للجون بيخش في جون عايز يجيب جون عايز ممكن ما يجعرفش يجيب بس عايز يجيب جون بيطلع بيطلع بالهجمة بيشتغل كورة ده اللي احنا عايزين ويمكن يمكن احنا كسبنا حاجات كتير لك الناس يقولك دائماً الاداء مش حلو يعني لكن مثل الفرقة دي انها بتلعب كورة كويسة بتلعب حتى بيخش فيها جون في ردة فعل وده الناس دي بقى دائماً عايز شوف اي كورة انك ترد فعل جات بقى مجانش بس انت بترد بتحاول الخطة كابتن شوقي بشوفها انها من احسن الحاجات اللي عملكة بتشوقي 3 3 3 1 او 3 4 3 زي ما تتلعب يعني او زي ما تتلعب لانها وظفت لعيبة كتير بشكل كويس بس انت كنت معترض عليها قبل البطولة ما تبتدي لا لا مش معترض طريقة انا قتلك يغير عمار حمدي فاكرة انا قتلك هنا عمار حمدي ما يلعبش حيثة يلعب في قلب الملعب بس يخش معترض على الطريقة بالعكس لان الطريقة دي هي اللي خلت واحد زي كريم عراقي اللي هو الباك يمين يبقى في المنطقة دي وهو بيجيب الجون لو ما بيعابش 3 3 دقيقة عمر ما يبقى في المنطقة دي طريقة اللعب هي اللي بتخلي اللعبة اللي خلت فتوح كويس او طريقة اللعب دي فتوح لو لعب باك ممكن يبقاش كويس كده لو لعب باك ليفت اريدي اكفي فاربعة ممكن يبقاش كده اللي خلت فتوح شكل كويس جدا انه بيلعب 3 وهو طاير خلت كم عراقي يخش جوه منطقة دي ويجيب الجون بالشكل ده انه بيلعب 3 وهو طاير لجوه الملعب فطريقة اللعب بتخلي لعبها كتير ممكن قدامنا في الدور مش بيانين تشكلهم بقى كويس او ازاي يا سيف الحاجة كمان الحلوة جدا في المتخب ده ان انت ايه رمضان لو مش فاي بتلاقي مصطفى مصطفى مش فاي بتلاقي عمار مش فاي بتلاقي عبد الحمج دي مش لقي هتلاقي فتوح شغال كويس يعني اصلي ايه احنا المتخب الاول كانت مشهيتنا يا سيف لو حد ووقف او لا لو نص ملع عبدات قفل انت مش عارف توصل بالهجمة لكن انت هنا عندك الواد كتير فتوح هايل رمضان خسر الدنيا مصطفى محمد علامي عمالنا مشكلة انا وانت عبر ورحمة مجدي طوال رمضان بيكم عجبني جدا 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 اكرم الناس كلها يعني اصابوا بحجون عمالنا مشكلة انا وانت ومنتخب زعل مننا وانا تعذرت له مبارح على الهو صرف؟ لعيبة كان معايا مبارح لعيبة على الهو واتبتكلم معاهم وكانوا سعلينا ان احنا بعد المباراة على طول المباراة الاخيرة النهائي بعد المباراة قبل النهائي اتكلمنا في ثلاثة لعيبة انت كنت معايا في الستوديو وانا اعتذرت الوحدي انت اللي بتقول انت اللي بتقول انت على دور رايح كده ده انا قلت ده انا قلت لازم نستنى بعد البطولة قلت نستنى بعد البطولة وبعدين نشوف نعمل ايه مفيش ابدا خناقة تيجي معايا يعني ده انا بقول اعتذرنا من شام من شام اللي في الشجاع انا اعتذرت للناس احنا فتحنا الموضوع بعد الدور قبل انا عايز اقولك حاجة برضو انا ما سألت السؤالي انا عايز اقولك حاجة فيك انا عايز اشرح لك انا بعد ما اعتذرت للناس السؤال اللي انا انا لقيت ان كل المنتخب شايف لا احنا لوصلنا احنا الاحق احنا 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 فعلا هو توقيت ان احنا نتكلم في موضوع كان توقيت بدل جدا لازم الناس تحتفل لازم الناس تاخد حاجة السؤال بقى هل فعلا تقدر تكمل بالتوليفة كده ما تضمش هل تقدر ان الشباب لو هي فعلا ربطة مع بعض بالشكل ده ولا ده مجرد جزء عاطفي احنا المشكلة سيف عندنا ان احنا اه يعني طبعا بص الولاد زي الفل وانا كنت ضد ان حد يتكلم دلوقتي في الموضوع ده وهم بيكسبوا لازم ياخدوا كريت بتاحهم الناس تعبت جدا والناس اكتهدت جدا والناس لازم الواحد لما يتعب ويلاقي الناس تتكلم في حتة تانية خلاص طبعا انا فين اللي انا عملته دي احق الاول وبعاين بعد كده نتكلم فده اللي نتكلم فيه لكن ساعة البطولة احنا لسه ده في شهر سبعة ولا ثمانية اولا انا الظروف متعافش هيبقى فيها ايه بلس انا اقول لك حاجة لو احنا ما روحنا بالثمانتاشر لعيب اللي هو من تحت السن وقعت لعبت الناس كلهم كل فرعبتها جابت الناس من فوق السن وخسرت مثلا المطشط كلها وهم استفادوا هل هيبقى الكلام ساعتها صح اللي انت عم تقول لك يا ابني ما الناس كلها هيبقى عندها اوبشن ما تستفيد منه اشوف يعني انت لو هتعندك لعيبة هتفيدك خدها نايمار لعب في الولمبياد ورونالدو لعب في الولمبياد وراموس رايح السنالي اعلن انه رايح مع المتعب الاسمان ايوة يعني اي حد بيستفيد من التلاتة دي اوبشن ليك انت ده اوبشن مش حاجة طراري انت اللي كمدرب بتشوف انت عندك ايه ممكن تبتنى شوي ساعتها يلاقي مثلا عنده معندوش نص ملعب كويس اقرم لخط الله او حد مثلا تعب او حد تعوع الله اعلم ما عرفش تعيط الظروف عاملة ازاي وعندك صلاح مكسر الدنيا مثلا ممكن تريسجيم مكسر الدنيا ممكن واحد في الدورة المصر كبير مكسر الدنيا حسب امكانيات لكن انت فرضا جدلا انا مش اخد حد من دلوقتي ماينفعش يعني دي وجهة نظره ثانيا مدام عندك اوبشن انك تستفيد بحد كبير وكويس في البطولة مهمة انت تروح مش هتلعب مع دولة برضو خلي بقى انت في ناس كتير محترفة في الدورة دي مجوش بيلعبوه في انديتهم يعني اي واحد اللعب بيلعب في نادي كبير مش هيجي للبطولة دي صح فانت برضو ما بتلعبش المستوى اللي هو الايه في العالم كله انت هتروح بقى تلعب مع الناس دي واعتمع مثلا البرازيل هتلاقي جايبين لك ثلاثة من فوق واعتمع المانيا ولا اسباني ما عرفش يعني مين فهتلاقي ساعتها لو خسرتها لقدر الله هتلاقي هنا كل الناس بتقول دلوقتي دي يقولك يا عم ما كنت خدت ثلاثة مجباري استفدت ما الناس كلها بتستفيد فيعني ناخد الحاجة في وقتها مش لازم ناخد قرارات الفعالية دلوقتي ناس يعني نشيت بيها لان هم يستحقوا هم اللي اشتعبوا هم اللي اشتغلوا طبيعي لازم تديهم حق ومن بعد كده بقى تشوف الموضوع ده رأيي في المنتخب الولمبي بشكل كامل لان انا ما اتكلمتش فيه برضو ان برافو شوقي غريب ان هو قدر ان هو يطور من نفسه كمدرب على مستوى الشخصية مش على المستوى الفني المستوى الفني قدمه مباريات جيدة جدا ولكن فيه حاجات معانة انا بحكم ان انا اتضربت تحت ايض شوقي غريب وانا صغير عارف كويس جدا ان شوقي غريب تطور وابتدى يقبل حاجات بما يناسب الجيل الجديد الجيل الجديد ده حازم جيل مختلف تماما وافكاره مختلفة تماما لازم كمدرب ان انت تطور نفسك اشتقدر تفهم فكرهم شوقي مدير فني زكي اتعامل بزكاء كبير جدا عارفك العيبة كلها بتحبه جدا عارف زمان يعني احنا واحنا صغارين مثلا حتى معوجود كابتن شوقي سواء في المتخب الشباب او الكلام ده ما كناش نقدر ابدا نعمل حركة بتاعت المسكات دي ابدا لان الحركة دي حركة فيها ريسك كبير جدا خلي بالك والدماغ القديمة بالزبط يعني انا فكر كابتن جوار الله ارحمه وده زمان يعني لما قدت زمان طب عايز سألك سؤال حاسي بك تكمل انما شفتها انت شفتها في البداية انا انا ببسط لان انا طول عمري نفسي مصر تبقى كده انت ببسط انا نفسي طول عمري نفسي مصر تبقى كده انت حاسيبي انت كنت في الستوديو اه اه هي لذيذة بس انت عندك مشكلة بتتكلم كولتشر مصري انت حاسيبي ايه؟ بص عندنا حاجة اسيفة احنا المصريين لما تبقى بتكسب وتيجي تامي في يوم تاني بتعمل حاجة مختلفة لو مشت هيقول لك الله عليك لو ما مشتش هيقول لك العالدة برمجت والعالدة عايشة في الجور انت بتاخد الكالتر انت بقولك هي هي حلوة انت كحازن ايوا بسط منها بس خايف لأ مش خايف عليهم انا مش في دماغي انا مش في دماغي العالي ان هما كويسين انا بقولك الناس احنا دايما بنبالغ في أي حاجة ان انت كده 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 قريد تكوالفها بس احنا عندنا احنا عندنا الشعب المصري او معظمه يعني مثلا احنا انا بلعب بلعب مثلا ماشي كويس ايه مثلا في يوم او حجرح مثلا لابس جهاز مبيضة في المناطش ايام ما يكون الجهاز مبيضة غريبة فالمدارب هيجي يقولك والعب يقولك بص لو لعبت وحش يقولك ما عايش في الدول لابست جهاز مبيضة خان فيه ناس كده الناس بتاخد بالحتة دي بتخش بقى بالخمس ست من شرط انت احطون كويس لو انت خسرت هيقولك بص هما مش مركزين وطرعين اوتو عارف يا حازم انا نفسي بقى ان مصر على طول نبقى كده ده بالتعاوب ده بالحاجات الناس كلها بتنزل قبل المناطش بتهزر المنتخب البرازيلي بيجابوه في الاوتوبيس فكرة التركيز اللي اللي انت قاعد ساكت وانتكلمش لا باتش موجودة حقورة لقطة مدارب جنوب افريقيا اللي هو بيتحك حلوة حلوة صح؟ ده لو واحد مصري يعني مثلا ده لو سوء غريب اللي ما كانوا خسرار وطلع بيتحك كان كل الاشياء دي هتبقى لي اقطع ضيائي وكان الناس دي موتته انت بتتقبل ان الاخر لما يكونش مصري الحاجة وتقول الله على روح رضيه لو انت بقى مدارب في نادي وفي المطمر الصحفي وبتدحك وانت خسرار وانت بصوا النبي ده مونكاس اكسوال انت بتاخد الموقف على حاسها بالشخص مش على حاسها بالموقف تكون مونكاس اكسوال مونكاس اكسوال هل ممكن مدارب جنوب افريقيا كان زكي جدا نسكة مننا كلنا انهو كان احيث انهو انا شاهد حاجة تلقائية طلعت هو ابتسم للموقف لكن هو اكيد لا 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 انت بتتكلم صحي انهو عمل لقاء ايه ده بس هو يعف نين يعني دي واحد بس ام احنا ايوا ليه يارف من اي موقف كده مون رايح ايه لعب تالت رابع يا عامل قصدي يعف مين الموقف ده هيحصل انت مشوفتش الموقف قبليه في لقاء اتعامل مع الراجل مع مراسل عندنا والراجل تليه هتكلم معه حتى اه بأدب شديد جدا وقال له ببطل النظر احنا رايحين لتالت رابع الف مبروك المنتخب المصري لا الكلام ديه صح انهو رايح برضو عايز الجمهور في المباراة الاخير يا حبيبي انت مشوفش الجمهور اساسا مطشرنا معهم ما كانش فيه المشكلة انهو مسلا يقول مصري بلاعب التوحيش لا هو بيكلم عالك تاني حاجة هم راجل من اول يوم بيتكلم طبيعي اذا طلع في طايم سورس يتكلم على منتخب مصري كويس جدا قبل ما يلعبهم انا بكلم على اللحظة بتاعت الدحكة دي هو مش عاملها اصطناعي هي طلعها التلقائي زي بالزبط انه ما بتقولي انه فلان كويس قوي انا بقولي كويس اتا عطوب طلع لي عليك بلايه وصودع عمر بقولتول على حد كويس لازم يشررني وبقى طلع صح بص ديه حاجات موروزات عندي موروزات 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 محد مخطرب جدا يقولي يا عم ده كذا 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 قول له يا بنسكت بقى نطلع فاصل ونرجع نتكلم بقى عن الدوري الانجليزي ونشوف مين كسب مين ومين هيعمل ايه بعد الفاصل موروزات هو يعني على المهم كنت لسه بتكلم مع حازم انا اعتذرت للناس ان احنا فتحنا الموضوع وفعلا ده ما كانش توقيت هو تقريبا الاسلود ده حازم ما كانش معي فيه انا يعني ضغت واطلقبط ان هو كان على شمالي وان هو رشح ثلاث قسامي مش مشكلة دي لا رشحت فاعل بس في اول البطول اه في المباراة قبل النهائي وانت قد على شمالي بس مش مشكلة دي انا في داخل عدة انا انا قبل النهائي اساسا افنى ما طلقتش قبل النهائي انا ما طلقتش قبل النهائي انت يابني فيك حاجة يا اللهي انت بس انت عشان امباع انتك تتنين في البادل كده انت تعباشوا ايه انا ما طلقتش امباعي اساسا ايه وامايا باقلعك الحرام عليك مشان لو انت واحد المطش احكي له الافي بتاع كابتن هاني على الهواء ايه يا كابتن هاني رمزي ايه والله كان قصد عادي احنا كابتن مينس قاعدين في استونيو فبتحل المنتخب مصري الاول فده يعد وكابتن هاني رمزي قدامه فقول له رايك فهده كابتن هاني قال له والله بص المنتخب ادامه صعب جدا يعني التغيير فاد ايه زيت زي عبيت تفري ايه يعني كابتن هاني ايه بس مش قصد عادي ايه بس مش قصد عادي فمت بتدهر للكابتن هاني قلت له احنا على اول قلت له يا كابتن هاني تخدش على كلامه هو ساعات بتلف معي مش قصدي عادي كابتن هاني انا قصدي على ان انت زيت زي عبيت في اللعبة نفسي يعني شلت عبدالله وحطيت بقافشة حطيت زي متى كنت ده اتكلم الراجل كده هو انت بتلعب معك راجل ميه؟ كابتن هاني لا اخوة ما ساعته قلت له قلت له هو ملاقش حاجة عامل لك على فكرة في مرة اش هتمي قلت له احنا بنلعب في 96 مرة زعقلي جامل فص المتش لا انا مش خصي عادي كابتن هاني قلت له قصدي على لعبة نفسها قصدي قصدي قصة جامل الراجل كان معادي ضيف على الهواء فبقلت له قابتن انت بطلت ازاي؟ قال لي والله انا بطلت احنا كنا بنتمر كويس فجيك مش هاتك معنا مدير فني اجنبي فقال لي حاسب خد الكورة وروح ايه؟ اتمرن عند الجنة الهناك ده الوحدة فبقول لك حاسب اخد الكورة وطلع على العربية على البيت اسبوع المهم من النادي كله ايه؟ ده مين ده اسم النادي ده؟ ده كجودة بس هو مش تاقين هو طلع لي بارا سكورة في مجرد حاجة كده يعني فقال لي على العربية على البيت فاردنا لي كله راح لأسبوع لجي حاسم وبتاعه الدنيا مشت خلاص؟ فاجينا بعديها برضو في نفس القصة فالراجل ايه؟ بص يا كابتن تامر الكورة وانت برا لسكورة وانت برا لسكورة وايه؟ وروح عند الجنة النادي فقال لي بص كربونا اخد الكورة على العربية على البيت ولا حد سأل فيك؟ حدش كلمني خالص اخدر ده ما جلتنش هاده اهلي الكثبت بقى واعتزل لا ايه؟ اخت على ايه؟ هو اللي قال لي انا مقولتش حاجة والله هي دي مشكلة بقى من انت تركب المرجاح هو حاجة مركبه المرجاح زي كابتن فاروق عزم مش داعو اي وانت عرفت زي ايه بالظبط؟ زي كابتن فاروق لما نزل من عند كابتن.. كابت عمل مع الابا كورة مشكل مش مواقع بس اقول صاكت مش يعني بس مكنش كويس يعني دي زي كابتن فاروق لما نزل من عند كابتن محمد حلم اللي ارحمه بلفة الفلوس وقال لجبت العليه خليل حقيق كلام ده كان فاروق حكاية لسه الأسبوع اللي فات والله حكاية هو حاطته فعلا؟ لا كان حاطت ورقة هو كان المفروض بشتاء لا هو لسه كان فاروق حكيها الأسبوع اللي فات لسه حكيها على ويب سايت يعني كده فهو كان المفروض ان هو طلع ياخد ألف جنيه لأ، فهما مفروض كل واحد يوم كان يخد يخد ألف جنيه فابتن فاروق طلع لم أحمد حلمي فابتن محمد حلمي، فابتن محمد حلمي تداله 500 جنيه وقال له ما فيش اللادول محمد حلمي حلمي أصدق اه حمد حسن حلمي محمد حسن حلمي فاداله 500 جنيه وقال له ما فيش اللادول دلوقتي يوبتاعه ونزل فهو نزل راح جاي بحاجات لففهم على الفلوس وحلط عليهم ورق وشفائب تأوحاتهم بأظرف كبير جدا فهو نازل كابتن علي خليل كان قاعد تحت فكابتن علي كان قاعد هو كابتن حسن شحيطة قاعدين تحت سبجنينة فقال له يا فاروق عملت إيه؟ قال له تصدق والذين لم يدونيش اللي 10.000 جنيه بس ورحوا اخد الفلوس وماشي وراقل عاجه وماشي فطل لها يا كابتن علي فكابتن محمد حلمي قال له إيه؟ زيك زي فاروق زيك يعني إيه؟ يعني مبدوش زيك زي فاروق بس إيه؟ مفيش دلوقتي يا كابتن علي إيه خمسمية جنيه بس. فما قاعد ثلاث شهور ما جيش النادي يعني. وكان هيبطل قرى فيها. وسافر الخليج بعليها. زي ده نفس موقف ده نادي الزمالك. لا ليه يا. حرام عليك. انت بص على انت بيه موقف مالك. حرام عليك. طيب. ستة وستين. تامر. تامر بقى العيب عالمي طبعا. تامر. تامر. تامر مخترمة طبعا. طبعا. ستة وستين تلاتة واربين. ايه اللي حصل. ده السكور. مش فاكر. اه او اه. لا انا هتلاتة وحش فعلا. جدا يعني. ايه بقى. الحاجات بتاعتك بتاعتك كل الاسبوع ده. مش عارفة سيف الله. انا مساعك ما عملت البصاحة ده. وانا مش شايف. مش عارف لي. ما بيت شاكسب زي الاول. يعني كنت الاول شغال كويس. معينا قلت عمل بس مش مش يا خلص. نص الملعب عندي وحش جدا. ستيرلينج ما عارفش حاجته بقيت ضعيفة جدا. بيابس شلال في تشابرز دي. دمي ده هوندو كين لايبا ما على طول مش شايف الفترة اللي فاتت. اه. مش عارف يعني عملت حتى تغيير قلت قلت ايفرتون هيلعب مع اه نورتش في ملعبه. نورتش مكسلش بقى له عشر مقشدات. قلت بقى اكيد يعني ايفرتون هيكسب. خسر اتنين سيفر ما جابش حاجة. فكل حاجة مشت غلط يعني. فريقة كاميدو. اه انا فريقا كويس جدا. اه. جبنا ستة وستين نقطة. اه. ونسه في اتنين العيبة ما لعبوش. طبعا سون كان الكابتن جاب لي ستة وعشرين نقطة الواحدة هو اللي عمل فرق كبير جدا. اه. جول واسست وخدت تلاتة نقطة بونس. اه. في حركة حصلت ان صلاح كان احتياطي. صلاح لو كان نزل كان هيدي الوضع ثانية. بس صلاح. وصلاح سليم. عمد انت حظك حلو ده كانت ولا لعب مكان وانخذ عشر نقط. اه. يعني صحيح لو كان نزل اخر خمس داية كان هيتحس بلعب مكنش هيديك نقط. بالذات ما انا بقول كده. طبعا. ما انا بقول ان انا احظك وحظك كويس. وبيكلمك ليك. معرفش. لا انا بقول انت ساكت ليه وبليه بيتكلمك كده. لا هو بيقول لها صلاح هيديه نقطة كتير. انا بقول كده. انا بقول ان صلاح كان يعني لو كان صلاح نزل كان هيتخب. انا بقى حصلت الاسبوعين على عكسك كده. كان اجويرو برا. هو صلاح بيسخر خلاص نازل. اه. ده منحظك يا ابني والله. الحمد لله. انا رجل شغال كويس. طبعا. صلاح سليم. لا اكيد عنده اصابة يعني طبعا بص كان واضح جدا ان هو عنده حاجة في انكر رجله. كان متحمل عليها في وقت معام وهم اختاروا التوقيت الصح اللي راحته. خلي باك ان هو مدخلين على الشامبينز ديج مرة ثانية. فكان انسب وقت راحته هو انه يروح متخب مصر. ان هو متعور ولازم ان هو برضو نحترم في صلاح ان هو هيتام. ان هو يجيه. طبعا. ان هو يجيه. ان هو يجيه بالتقرير الطبي وان الناس تكشف عليه بنفسه. خلي باك ممكن العيب يلعب في ده يقولك يا جماعنا متعور ويبقى تهو. في الاخر ما عليش محترم هاتش فايف يعمل له حاجة يعني. لكن ان هو يبقى حريص ان هو ينزل ويبقى موجود. ده تأدير. مش تأدير يعني. ده طبيعي اه بس كويس جدا ان هو عمل كيف التوقيت ده. بعد كده رايحو في ماتش كريستال بالاس. عشان يخش على ماتش نابولي يبقى جاهز مية المية المية. مهم جدا التوقيت ان انت امت ترايح لعيبتك وانت تعمل روتيشن وانت لما يكون العيب مصاب التوقيت المناسب ان انت ترايحه. فراقي ان كلوب تتعامل مع الموضوع بشكل بشكل جاي جدا. بقيت الفريق فريمينيو برضو جاب تسعة نقط وخيمينيس جاب من وولفر هابتون جاب سبع نقط جاب جول وعنده نقطة بونس. فالحمد لله فريق كويس هنثبته مش هنعمل تغيرات كتير الاسبوع اللي جاي. انا عمل تغيرين الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. المتشاط الاسبوع هتعمل تغيرين في مين. اجوير خبا بتعور. اجوير اتعور اه. شكلها تعويرة كبيرة عادي. اه. فحط فاردي. فاردي مش كويس. وهرجع صن. اوه. اوي. اوي. روجز وده جابت. اوه. ماشي يا ان شاء الله طبعا انا اول ما اخد فاردي هيكتائم. هيكتائم نفسان وشيجيب كورنر. هاخد فاردي وهاخد صن هرجع صن ثاني برضو. مكان ريت شارس. كثير فجاءات الاسبوع ده. ماتش مبارع. ماتش مبارع بتاع منشستر نايتد وشافل ماتش حلو قوي. النتيجة راحت كثير وجات كثير. اتنين صرف في شافلد وبعد اتنين منشستر وبعد اتنين جاءت تلاتة. بصير تجوان كثير. ومع شافلد ومنشستر نايتد ماتش حلو يعني. ماتش. ماتش مبارع. ماتش مبارع. ماتش حلو قوي. ماتش مبارع مع تاتنهم. حلوته في شكل تاتنهم مع مورينيو. انا مكنتش فاكرا مورينيو هيلعب بالشكل الهجومي ده. الشوط الاول مزك الماتش تماما. جاب تلات تجوان واربا. يعني عمل تحيز. اخر يمكن ربع الساعة دخل فيه جنين. لكن قصدي هجوميا انا كنت تفاكرا هيبقى متحفز شوية. لكن هو سابق الفرقة تشتغل. وسابق الفرقة تلعب. وسابق اللعبة يعني تحس انها تنبسط. مفيش مشكلة. يعني سايب الناس طايرة. صن طاير. دلالي شغال كويس. كم كم دلالي. اقوة ماتش من في الفترة. كويس. وعمل جون كويس جدا. جونث نفس الكلام. كين اللعبة لأطراف. وبيزيد. مش حاسن فيه تأييدة قوي يعني. فدي حاجة كويس. طيب نرجع نتكلم على الجولة الاربعتاشر. وتوقعات ميدو حازم بعد القاسر. موسيقى 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 يغير البروشيكت بتاعه. هو بالنسبة له كل فريق تلات سنوات. وطبعا جورديولا مطلوب في حتا كثيرة جدا. مطلوب في اليوفي. مطلوب في بايرن تاني. موسيقى 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 بس ريكس اروي يعني مععرفش اى انا مش مشين كويس اوي اه يعني بيكسبه طبعا بس اليداري الايطالي مش مثل وهو بعيد في الدberg ايطالي عن اى حد ممكن انتر قرب لكن مععرفش اعتقد ازاري مينيككوري مائله ينشستر سيتي بفرق جبير او وتعتقد ايالي بفرق كبير اوي يعنا بإدارة في إيطاليا بتبقى دايما بتتدخل بشكل أقوى وبتحسهم دايما متدخلين في الكورة أكتر وبقى ليهم قرارات متساوية مع الموديل الفني شوية ما عرفش يعني لكن أنا شايف أنه هو في حاجة في ماتشوز سيتين مش مزبوطة مصابات كتيرة ولعيبة ملعبة ملعبة اللعيبة مش مسكة الملعب فعلا ماتش تشيلسي لا تشيلسي عمل ماتش كويس وبيطلع وبيجيب جون وبيكمل وبيشتغل وغاية الدية الأخيرة كان ممكن يتعادل ما عرفش هالك هو إرهاق اللعبة حالتها مش جيدة اختياره للعيبة صحة والغلط محرز ما بيلعبش خالص ليه محرز كويس جدا وطليب عيد جدا يلعب ماتش ودائما يقعده برا ما عرفش برده غريبة جدا مع جوردولا إنه دائما محرز مهما يمكن السنة الفات مكانش قوي بس السنة دي كل ماتشوز اللعبة كان كويس مطليب يوح مقعده 3-4 ماتشوز ده ما يفضل بيرنرادو سيلفا عليه على طول لكن زي ما بقولك يمكن أقل نسبة استحواز في تاريخ جوردولا هو كان ماتشوز اللي فات مدائب بقين لك أنه لامبر تقدم ولمبر مدارب محترم مدارب كدير يعني طيب جولة الـ 14 ميدوا توقعاتك سريعا نيوكاسل مانشستر سيتي نيوكاسل مانشستر سيتي نيوكاسل مانشستر سيتي سيتي هيكسو بيرنلي كريستل اعتقد بيرنلي بيرنلي ماشي كويس ولا بيرنلي ببدا تشيلسي 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 وستهام ده أخر ماتش البليجريني في رأيي في كذا حد هيتير على فكرة قبل الكريسمس تشيلسي لازم بقى اسمه ايه بتاع فارب بتاع أرسنال كمان تشيلسي توتنهام توتنهام تعادل تعادل أرسنال الراجل ده لما كسبش الماتش ده لما عادة امتالي هيمش برضه بلازم يمشي بصعب ماتش صعب قوي ماتش صعب قوي وولفرهامتن ماشين كويس قوي وشافل ماشين كويس جدا ماتش صعب ماتش صعب يتعادل يا وولف زاكس ان شاء الله برضه يجيب جونين بقى لستر ايكس لستر ايكس يونايتد عالعب مين يونايت زاكس فيه ماتشات كتيرة أربع خمس ماتشات بيجيب جوان في آخر ثانية بيجيب جوان في آخر ودي حاجات تحمد الفرق الثانية يعني كل ما انت بتحس انك خلاص هيقع تلاقي روح جاي بجون وبيكسبوهم عشرين كمان وبيكسبوهم عشرين بقى بس برضه ممكن تلاقيه هو بيقع بعد كده لما تخدش في بس يا المشكلة المانشستو سيتي برضه مش كويس الفاتحة الأخيرة مش واوي يعني مش اللي هو مصايتر بشكل كبير يعني شرفتنا تعلم شوفك على خير دايما بنا الكريمان ميدو بودلك إن شاء الله في اللي جاي بودلك في الدوري خلصنا النهاردة نسنىكم بقى في الجولة الـ 14 في الدوري الإنجليزي وحلقة جديدة وإن شاء الله سنونا في نهاية الجولة دي مع LG شاشة نانو سال انت مش طالع بأي حاجة مصلحة للناس ستتبرع بأي حاجة LG مش انت المصلحة معهم تلبس فاللاته كل يوم جديدة وبتاعه وطايجر يعني انت مش جايبي شاشة تبرع للناس ما سأتهم ساخنانو وشاشة التعلب اي حاجة فأي حاجة كده هنقلبه ونحاول نطلع منه حاجة مش هنسيبه شوفكم إن شاء الله بإذن الله في الجولة الـ 14 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة